السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معانا فيديو جديد عن طريقة حساب أيام التبويض بعد الدورة بكم يوم في الأغلب تحدث الإبادة قبل 14 يوم من بداية الدورة الشهرية التالية عند النساء التي لديها دورة شهرية منتظمة وتعتبر نفس الفترة التي يحدث فيها الحمل ويفضل ممارسة الجماع قبل معاد الإبادة بيوم أو يومين وهنا تظهر مشكلة اختلاف مدة الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى وعدم انتظامها لدى البعض لذلك يجب العلم بأن الحيوان المنوي يعيش ما يقرب إلى خمسة أيام داخل جسم المرأة حيث عندما توجد رغبة في حدوث الحمل يجب ممارسة الجماع قبل سلاسة أيام من حدوث الإبادة وإليكم بعض الأعراض التي تظهر في فترة الإبادة مثل ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم الداخلية ما يتراوح من نصف درجة لدرجة ويمكن أن تقاس بمكياس الحرارة وارتفاع هرمون LH وما يعرف بالهرمون اللوتيني وتواجد مخاط في عنق الرحم وزيادة الإفرازات المهبلية وتكون على هيئة بيض البيض وأيضا حدوث انتفاخ في البطن وتحجر الساديين وزيادة الحساسية للضوء وألم ضئيل في جانب واحد من البطن والتوتر والعصبية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعموا لك وكمنتوا وتشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا من دينا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ